شرفنا النهاردة في الحياة اليوم دكتور أحمد سنير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك برحب بحدك معنا دكتور أحمد مساء الخير يا فرحب أهلا وسهلا الأول معلش خلينا مع الفكر مع المبادر عشان نوضحها برضو ونتكلم فيها والناس تبقى فهمة إيه مبادرة ما يغلاش عليك والمقصود منها والهدف منها إيه كويس أنا دايما بحب أسمي المبادرة دي مبادرة عبقرية لما يبقى فيه كل الأطراف كسبانة اللي هي وين 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 ستويق كل ما فيش حد فيها غير كسبان دي أعتقد تبقى حاجة فكرة رائعة وزي ما بنقول كده يعني مصر بتتحول منها مجرد بتقدم خدمة إلى أن توصل لرضاء المستهلك أو رضاء المواطن ويبقى راضي عن أداء الحكومة والأداء العام المبادرة ببساطة بتقول أنه فيه منتجات وهي قولنا كل المنتجات معادة المنتجات الغذائية والسيارات أي حاجة تانية موجودة بقى فيها فيها سلعة معمرة فيها جلود فيها ملابس فيها تجهيزات للبيوت لومب مش عارف اي حد عايز يدهن حد كل الحاجات دي موجودة وبنقول هدف الرئيسي بتاعها ايه؟ احنا معدلات الأداء اللي احنا كنا طالبينها الأداء الاقتصادي اللي كانت مصر بتحطها كتارجت لها نتيجة الحدث العالمي كله طبعا مش عارفين حقا فجاءت المبادرة العبقرية دي بتقولك احنا حنحاول نقرب حتى منها عشان نمحافظين على نفس هذا الأداء الاقتصادي اللي مشهود ليه في العالم الحمد لله فالفكرة عبارة عن ايه؟ ان الدولة بتقول المصانع هتدي خصم 10% على المنتجات اللي احنا قلنا عليها دي بالإضافة الدولة هتدي 10% هتدي 10% يعني ايه الدولة؟ هتضخ فلوس من خزانة العامة للدولة 12.4 مليار جنيه مصري ده بـ 200 جنيه للفرد حد أقصى 1000 جنيه بس بنأكد على نقطة مهمة ان ده مش كاشماني حياخده من ناس مش فلوس حيائية الناس هتروح تصرفها وتبتلي تاخد الفلوس دي تصرف بيها لأ ولا يروح بالبطاقة عشان تموين يعني يروح اللي بقى للتموين هياخد ده قاسم يقوله ديني الفلوس لا طبعا ولا قاسم ولا سلع غزائي طب وليه الدولة ما عميتش كده طبعا ما هتدفع هتدفع طب ما تديني الفلوس انا أولى لان ده بيعمل تضخم ما نيجي نوزع على الدولة كلها 200 جنيه لكل فرد حيعمل تضخم بنفس المقدار لا المستهلك استفاد ولا المصنع استفاد ولا حد استفاد خالص ولا الدولة استفاد لكن الفكرة دي ان احنا بنقوله انت ليك خصم مقداره 10% عن كل سلعة بإجمالي 1000 جنيه لو هي الأسرة أو 200 جنيه للفرد لو هو فرد واحد فاحنا بنقول ده 10% من أي سلعة يعني السلعة ببساطة كده عشان نوضح للناس برضو لو السلعة ب1000 جنيه المصنع هيعمل 10% بقيت ب900 جنيه والدولة هتدفع من الخصم اللي هو موجود في البطاقة بتاعته اللي هو يعني ليه دعم وليه بطاقة متسجل في البطاقة التموين ودول عددهم بنتكلم في 64 مليون ونص يعني تقريبا 65% من الدولة من عدد السكان يعني ده هيعمل ايه؟ هياخد 10% خصم يعني كده هياخد 20% اللي معه بطاقة 20% واللي مش معه بطاقة حتى الأجانب 10% ممكن تزيد في بعض الأماكن ممكن توصل ل15% من المصنع نفسه يعني في حرية وفي مساحة لكل منتج هو يحط الخصم لو عايز يزود الخصم يا خير وبركة وبنقول ده هيستهدف ايه؟ ان المنتج ده ينتج تاني يوصل الكباستي التقى القصوى بتاعت الانتاج ده هو كده معناها انه هو هيعين موظفين جداد هيستخدم وسائل نقل جديدة هيستخدم شحن جديد هيستخدم قروض من البنوك ويشغل البنوك الجزء التاني في المبادرة او نكمل الجزء برضو نوضحه للناس العشرة في المية دي زي ما بقولها هي لو 100 جنيه هتتاخد من الالف جنيه اللي في البطاقة يبقى لسه رصيدة عندك في البطاقة 900 جنيه تاخد بيه خصومات اخرى لكن مش اخد خصم مش كاشماني مش فلوس لا لا مش قصدي كده ماخدش اللي هو بسا حاجة بالفين جنيه اخد خصم عليها الف جنيه لا هي العشرة في المية انت عايز اكتر من مرة عايز الناس تشتري وتكسب اكتر من طرف هي يعني هي لها حزبة معينة بنقول في النهاية اشتري حاجاتك اللي عايز يجهز بناته اللي عايز يجهز ولاده اللي عايز يوضع بيته عايز يغير جهاز عنده عايز يجيب اي حاجة حتى لو ما لابس هو فرصة لها في جزء تاني مهم جدا جدا المبادرة عاملاء وهو اشراك البنوك فيها واشراك شركات التقسيط للاجهزة دي بيدخل المستهلك بيتعاقد معهم ويقدر يقصط من لغاية 24 شهر ويقدر ياخد من 5000 ل25 ألف جنيه دي مع الشركات اللي هي التقسيط والبنوك بيزيد المبلغ ده وطبع معالج تاني الحيطة دي عشان موضوع التقسيط والقاق اه طبعا هي جزء مهم حتى اللي ما عندوش قدرة شرائية هاياخد الخصم وممكن يروح للبنك اللي هو بتعامل معاه لو عنده كريدت بالخصم مش اللي هو أنا عشان هاشتري لا هاياخد الخصم العشرة والعشرة التانية لو هو في البطاقة بالإضافة انه يروح بقى يمويل الباقي بالبنك طب البنك هنا الدولة اتفقت معلقة ايه على تخفيض الفوائد بتاعته يعني مثلا الكريدت في بعض الحاجات كان بيوصل في الشهر 2% لا ده نزلت بيه الواحد في المية يوصل في نهاية المبادرة عن السنة الواحدة 12 او 11 نشوية يعني الفايدة كمان كمان فايدة وكمان رسوم الإدارية خفضت فيها دي بتوصل حوالي 4 او 5% لغتها تقريبا في معظم البنوك وفي معظم الشركات التقسيط فكل دي فوائد المستهل طب وانا بقى اللي مالوش حساب في بنك او بيتعامل مع بنك وكلام دي كله عنده شركات التقسيط اللي هي موجودة بتقصد السلعة دي ممكن يلجأ اليها وهي هتوفر له ده لو بعد دراس طبعا الشروط بتاعتها وتوفرها وده كله هاخد فوقيه لعشرين زي ما راحيك هو بيكمل له بقية التمانين في المية يتفحهم ازاي طب ده يلاقي فين بقى الكلام ده كله الموقع الإلكتروني بتاع المبادرة اللي واسمه مبادرة.gov.eg ده موجود عليه كل التفاصيل دي بالإضافة ان السلع ممكن يشتريها أونلاين او يشتريها فيزيكا او واقعي على المحلات المشتركة جميع المحلات المشتركة منقول قالك هيعرف ازاي اعرف ازاي ان المحل اللي هدخله ده يكون مشترك في المبادرة في عنده العلامة وفيه العنوان وفيه موجود عندنا غير ان احنا فتحين استفسار من حماية المستهلك على الخط الساخل 15-303 يقدر استفسر المحل ده داخل ولا مش داخل الفروع اللي داخل ايه هيعرف كل البيانات والمعلومات اللي هو محتاجة من جهاز حماية المستهلك